أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت على ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجماعة الدول العربية خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان عبر الفيديو كونفرنس والمنعقدة برئاسة الرئيس موسيفيني رئيس بمهورية أوغاندا ورئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي هذا وشارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سكرتير التنفيذي للإيجاد وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة